مارد الطائفية في العراق قرر النهود من سباته سبات لم ترتقي المحاولات السياسية إلى مستوى الحفاظ عليه لوقت أطول الميليشيات الشيعية ترتكب الانتهاكات تلو الأخرى ضد المكوين السني في مناطق مختلفة من العراق أحدثوا أعمالها في محافظاتي ديالا والبصرة انتهاكات وضعت الممثلين السياسيين للقوى السنية العراقية أمام مأزق الإنجاز لتعلو الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة المخالفين بالدرجة الأولى الخيارات المتاحة للقوى السنية لمواجهة الانتهاكات الشيعية تكاد تنحصر بالشق السياسي أولها كان اتخاذ النواب والوزراء السنة قرارا بمقاطعة جلسات مجلس النواب والحكومة استنكارا لهذه الانتهاكات علمنا الحكومة بأن تعليقنا لمجلس النواب واجتماع مجلس الوزراء هو رسالة لكي نتفاهم مع جميع الشركاء السياسيين بإدارة الملف الأمني في المحافظات التي تتمثل فيها المكون السني بالتالي اليوم هذه القرارات وهذا التعليق يجب أن يأخذ بنظر الاحتبار من قبل جميع الشركاء السياسيين كذلك دعا تحالف القوى السنية في مجلس النواب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى المضي بإجراءات طلب القماية الدولية أما عسكريا فتنحسر الاحتمالات فالقوى السنية لا تمتلك القدرات العسكرية التي تخولها خوض المواجهة مع الميليشيات الشيعية والوعود الغربية بتسليح العشائر ذهبت بمعظمها أدراج الرياح وإلى جانب ذلك يحاول البعض التصويق لمقترح دعوة التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى معاملة ميليشي الحشد الشعبي معاملة داعش احتمال تبقى فرص نجاحه ضئيلة جدا لأن التحالف الدولي الذي يجاهر بالعداء للحشد لا يوفر فرصة لتنصيق مع قواته في المعارك وتعد تكريت نموذجا عنها التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي بشكل يومي في المدن العراقية لم يعد أمرا مسموحا به ووعود المحاسبة السياسية لم تعد كافية فعدم رفع الغطاء السياسي عن هذه الميليشيات وتقديمها للمحاسبة القانونية من شأنهما أن يحرجا الحكومة ومجلس النواب أحراج قد يؤدي إلى إطاحة الحكومة ووضع مستقبل البرلمان حل المحك وقوفنا معه